تتابعونا في رشتنا بعض الفاصلة مسرور بارزاني يستقبل السفر الامريكي لدى بغداد والاخير يؤكد ان بلاده ستواصل دعم الجيش العراقي والبشمرق لمواجهة تهديدات داعش واقليم كردستان يعلن تخفيف قيود كورونا وإلغاء الحظر الجزئي واعادة افتتاح معمل اسمنت الفلوجة بعد توقف لسنواته ومجلس السيادة السوداني يؤكد لا نريد حربا وان فرضت علينا سننتصر والبرهان في ولاية غرب دارفور بعد احداث عنف قبلية وايران تتهم اسرائيل بالهجوم على منشأة نطنز النووية ونتنياه يرد لن نسمح لهم بامتلاك قدرات نووية